نتكلم كمان عن الدراما الرمضانية اللي بتخفف علينا واللي بتخلي الحقيقة مودنا أحسن موسيقار كبير الموسيقار خالد الكمار أنا الحقيقة هذا الموسيقار من المتابعين ليه طول الوقت لأنه بيضع الموسيقى التصويرية بعناية وبيعمل أشياء جميلة مختلفة هو بيضع هذا العام الموسيقى التصويرية أو مؤلف لموسيقى التصويرية لمسلسلين عتبات البهجة ودون سابق انذار بابا جي يعني طيب أنا كنت لسه حسأله يعني دون سابق انذار كانوا حابقوا مختلفين في الموضوعات كده الدنيا زبطت عتبات البهجة وبابا جي خليني عبر الزوم مع الموسيقار خالد الكمار مساء الخير يا فندم المساء النور متشرف بحضرتك جدا وأنا كمان إحنا يعني تاني مرة نلتقي فيها مع بعض ولسه برضو مستغربة حكاية الهندسة والموسيقى التصويرية لكن خلاص تمام يعني أخبار الدكتوراء أهو يعني طبعا شوية دلوقتي عشان الشغل بتاع رمضان ومائل لدلك يعني بس إن شاء الله تكمل قريب إن شاء الله طيب خليني خليني أقول كده يعني خالد الكمار أولا العملين كوميدي يعني عتبات البهجة يعني ما أقدرش أسمي عتبات البهجة كوميدي الحقيقة يعني هو اجتماعي اه اجتماعي لاي طيحنا بس علشان طبعا الفنانة العظيم يحيى الفخراني طلتوا علينا كلها بهجة بالنسبة لنا طبعا والإسم عتبات البهجة فعندنا أو إحنا يعني بنتلكك لأي كوميديا وبهجة جيلنا الصراحة يعني وبعدين العمل التاني برضو أكرم حسني والأجواء بقى اللذيذة بتاعت بابا جيه فإزاي هتفرق الموسيقى هنا وهنا لإنه يعني فيه كده ممكن يحصل يعني الجمل تدخل يعني لا هو بالنسبة لي على مين غير بعض الثماني مبدأي أنا حابة أبدأ بحاجة بس أن أنا طول عمري لما حد بيقول لي نفسك تشتغل على أني مشروع في الدنيا أقول لهم نفسك تشتغل مع حاجة أستاذيح يا فخروني طبعا يعني السعب ما اللحظة جد كان بالنسبة لي دي حاجة يعني تعني لها الكثير بجدا جدا جدا بشكل شخص يعني لأنه طبعا يعني قيمة كبيرة جدا جدا وفي وعينا الجامعي حتى كمصريين يعني من ثمان بقى خالص من أيام المسلسلات والأفلام اللي هي من التسعينات والتوانينات يعني ولحد النهاردة ما شاء الله أنا جاهد مستمرة وهو شخص آيكونة يعني طبعا ومظهولش أنه في أي حد في مصر يعني لما تقول رمضان تقول ليحيا الفخروني معا طبعا طيب أنا أنا ببص كده للأعمال اللي خالد أنت يعني وضعت ليها الموسيقى التصويرية فالحقيقة كلها أعمال صعبة يعني أعمال صعبة حقيقي قبيل وأفرح وساعدت في أفرح الأوبة وساعدت في ليالي أجني لكن أنت كمان عملت موراء الطبيعة ولص بغداد يعني حاجات كلها صعبة ومش معنى كده أن الأعمال دي علشان اجتماعية لا يتبقى سهلة لكن هي صعبة لأنها كمان عايزة تشد الناس أكتر وفيها بحجة يعني طبعا أنا بالنسبة لي المسلسلين عالمين غير بعض تماما يعني لأنه هو واحد هما الاتنين نقدر نسميهم يعني مسلسل اجتماعي لايت طبعا في مسلسل الأكرم حصني فيه جرعة الكوميديا يعني عالية جدا بس هما مسلسلين في الآخر يعني عوالم مختلفة لأنه هو يعني اعتمادت بها جاء التيما الأساسية بتاعته وفكرة صراع الأجيال والسائل الأجداد والأبناء والأحفاد بيتواصلوا مع بعض يعني فهي تيما تحمل قدر ما من الجدية برضو وقدر ما من أن إحنا بنريليت لها يعني كلنا عارف أنا دايما يجي في دماغي الموسيقى اللي هي تبقى لذيذة لها عارف باهم باهم أو حاجات بقى كده يعني فيها كده أجوات زدنا يعني طبعا فيها حاجات كده يعني فيها بهجة وحاجات بتزقطت وسطع صفير يعني حاجات كده فيها بهجة يعني يعني أتمنى إن شاء الله دماثيك هتبهيكم السنة دي يا رب لا أكيد أنت أولا طيب بدأت خلاص يعني إيه اللي وضعت له جزء وإيه اللي لسه أنت شغال في يعني أو خط لا إحنا في الاتنين خلاص تقريبا تقريبا بنخلص يعني يعني في خلال يومين ثلاثة بالكتير هيكون خلاص انتهينا من الموسيقى بالكامل يعني هل ما بيجي لك السيناريو هنا بيبقى أنت طبعا بتقرأ بنفسك السيناريو مواقف أحسيس فبتبقى حاسس هنا لا الموقف محتاج الموسيقى تدعمه أكتر فتبقى هنا لا الموسيقى لازم تبقى وراء شوية يعني بتضطر تقرأ السيناريو وتعيشه بكل تأكيد في المستلسلة الثلاثة الثلاثة حلقة صراحة مش هقولك أن أنا بقرأ الثلاثة حلقة كلهم يعني أيوة بتاخد الخط العين بس بس آه يعني ممكن أقرأ أول مثلا خمس حلقات ممكن أقرأ حلقة في النص كده شوف الأجواء وصلت لفين يعني لكن طبعا بشكل عام لازم يكون قاري جزء يعني بالنسبة لمسلسلات الأقصر لا طبعا بقرأها كاملة يعني والأفرين طبعا بقرأها كاملة وبناء علي من قبل حتى ما يبدأوا تصوير سعب بقى مفكر في إحنا رايحين فين أو المسيقى هتبقى بتعمل إيه بالضبط يعني هو أنا ممكن أسألك سؤال تخصصي يعني ويعني إيه ويعني إيه ما تقلقش من الإجابة أقول اللي إنت عايزه لكن ده سؤال لناس يعني أنا مش متخصصة لكن السؤال اللي أنا بسأله هل هنا وإنت بتشتغل مثلا بتفكر إنه عمل زي ده إيه الريفرنس اللي زيه أو إيه الحاجة اللي ممكن تبقى قريبة تبقى حاجة مثلا عربي قديمة اللي حاجة أجنبية ولا حاجة خيالك بييجي إزاي فيها يعني ولا أنا بالنسبة لي فكرة الريفرنس دي فكرة مفيدة جدا يعني أنا عارف إن فيه مؤلفين مش بيحبوا ولكن أنا بالنسبة لي هي مفيدة قوي في حاجة إن أنا بحب أتعلم كده الناس اللي فاتت كلها تناولتوا بموضوع ده إزاي ولا إيه اللي نفسي بقى المدخل الجديد أو إيه الفكرة اللي ما تعملتش قبل كده يعني إنه هو بسكر كل اللي حصل قبل كده عشان أتجنبه وأتعلم منه وأبدأ وأطلع عنا بالنسبة طب يعني طلع سؤال الريفرنس ده شغال في المزيكة يعني اه 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 طيب إحنا نتمنى انتهيت انت تماما خلاص سلمت حلقات ولا لسه في حلقات يعني بنسلم يعني النهاردة بنسلم وبكره بنسلم يعني خلاص في الكاميون دول هنكون خلص خلصنا بالكامير إن شاء الله ده مرتبط بالتترات ولا بس أنت الموسيقى جوه العمل؟ لا وجوه طبعا جوه الحلقات كمان يعني التترات وجوه الحلقات بزبط كده في غنى في حاجة ولا بس موسيقى هو أظن في مسلسل منهم المقدمة بتاعته وغنية بس أنا يعني ما ليش علاقة بها يعني أنا بعمل الموسيقى التصورية نعمل الموسيقى التصورية نتمنى إن شاء الله خلينا إحنا لينا معايد مع بعض في رمضان نسمع ونتزوق بإذن الله وتدخل لنا البحجة والحاجات الحلوة وبعدين نتكلم بقى عن الموسيقى والآلات والتوزيع وليه اخترت هنا كذا وليه كذا نكون بس إيه زاكرنا شوية واسمعنا أكثر يعني خلاص حلوة أنا بشكرك شكرا جزيلا الموسيقى رخلد الكمار عبر الزوم بشكرك شكرا جزيلا